الطلاب الموريتانيون في الخارجي ينهون إضراباتهم واعتصاماتهم على المنح بعد فتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نواكشوت الباب أمام ملفاتهم حتى منتصف شهر إبريل الجاري وقالت الوزارة إنها ستمنح الطلاب التي تحصل ملفاتهم في التنقيط على سبع نقاط فما فوق وذلك وفق المعايير التي يحددها المرسوم الصادر عام 2009 وكان عشرات الطلاب الموريتانيين في الخارج قد دخلوا في اعتصامات مفتوحة وإضرابات احتجاجا على عدم حصولهم على المنح احتجاجات تعاطف معها عشرات الطلاب الجامعيين في نواكشوت حيث احتجوا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة وأمام اللجنة الوطنية للمنح مطالبين الوزارة بالعدل عن قرارها بشأن منح الطلاب الموريتانيين في الخارج وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين ولي الشيخ قد قال خلال مؤتمر صحفي عقد قبل أيام إن مشكلة الطلاب في طريقه إلى الحل وقد وصلت أزمة الطلاب الموريتانيين في الخارج قبة الجمعية الوطنية حيث طالب بعض النواب الحكومة بإيجاد حل سريع لقضيتهم ورغم أن قرار الوزارة لقي استحسانا من طرف الطلاب الموريتانيين في الخارج إلا بعض الاتحادات الطلابية في نواكشوت اعتبرته مجرد عودة إلى خطوة كانت موجودة أصلا وإن المطلب الرئيسي هو أن يمنح جميع الطلاب الموريتانيين في الخارج